ذي الفضل والإنعام شرع الشراع بكل ما ينفع الإنسانية في عاجلها وآجلها ونهى عن جميع المحرمات والرذائل مما يؤثر سلبا على الفر والمجتمع أحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وعطاياه وصلاوات الله وسلامه على النبي المختار سيدنا ونبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزق التسليم فإنه ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرها منه أما بعد فاتقوا الله سبحانه وتعالى يا عباد الله اتقوه في السر والعلم فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي خير ما يتزود به الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة فهي الطريق الوحيد لتحقيق سعادة الدارين للبشرية أيها المسلمون إنه لا سبيل للإنسانية للخروج من محنها ومصائبها إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى ولقد وعد الله على التقوى النجاة في الدارين ووعد سبحانه وتعالى بالإخراج من كل ضيق بها فقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون إن من أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عباده بعد شرك بالله الزنا الذي حرمته جميع الشرائع السماوية لما يسببه من أضرار خطيرت على الفرد والمجتمع دعا في الدعالس Judith في الدعالس دعونا أمر الهند إلا إلا الله سبحانه وتعالى أعطرت عدد من شركing فمت capac تفيد من شركzin ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعلى الرقم من بشاعات الزنا فإنه منتشر في البلاد بصورة لا تخفى على أحد منكم حتى أصبح معروفا مألوفا بين الأوساط الاجتماعية كافة إلا من رحم الله وقليل ماهم وقلو ذالك نتيجة تن حتمية تن لسوء تربية الأولاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر